السلام عليكم كيبيري اللي بس عليكم بخير كنت من الفيديو ديال اليوم شاء الله يلقاكم صحة وأحوال جيدة ودائما في إطار الأخبار الرائعة والجميلة والمفرحة مقاطعة كيبك على النات على الإطلاق حملة انشرش دو موند تنهار تعتاش في سهار احتاش الفين وعشرين علنات مقاطعة كيبك على التضامن ديلها مع وزارة العمل والشغل والتضامن الاجتماعي على الحملة ديل انشرش دو موند قدرتها بالاشتراك مع لجنة البناء في كيبك ووزارة الخدمات الاجتماعية بحيث أنهم علنوا فيها على الحرف والمهن المطلوبة في سوق العمل خلال السنوات المقبلة العمل في ثلاث قطاعات التي ستكون هي أكثر القطاعات حاجة للأشخاص أنهم يخدموا فيها ألا وهي البناء الصحة والتكنولوجيا المعلومات لذلك هم ثلاثة ديال السكتور الأساسيين اللي غادي تنشط فيهم مقاطعة كيبك ولي غا يكون عندهم فيهم الخصاص في السنوات المقبلة اللي هادا هم هنا يدرونينا هاد الأرتيكل غادي نشوفوا جميع المعلومات وجميع الميهن اللي مطلوبة في كل سكتور وجميع اللي زيان فورماسيون أساسر اللي كل مهنة شنو كي تطلبوا فيها كل مهنة شنو اللي خصوك تكون كتعمال شنو هو الدبلومات اللي خصوك يكونوا عندك وكتشيادات كامل غادي نتعرفوا عليه إن شاء الله في هاد الفيديو الأشخاص اللي مهتمين يبقوا معانا حتى اللي أخرجي على الفيديو لأنه غادي نذكروا معلومات مهمين جدا وطبيعة الحال غادي تكتشف وش المهنة ديالك إلا كانت في القطاع هذا واشتهي مطلوبة أولا لا فهد المرحلة الأولى الحملة اللي داروها غادي تتمر حتى المنتصف شهر ديسمبر طبيعة الحال غادي يكون هناك مجموعة ديال الموينة دو كومنيكاسيون اللي غادي دارو فيها البابليسيتيين من بينها الإعلانات التلفزية بخصوص القطاعات بتلاسى بيهم كساسوا ديال البناء أو ديال الصحة أو ديال تكنولوجيا المعلومات وهنا يرى الميليستير دايرين لو أن تخد اكسيف على هاد الحملة هادي اللي تلقوها أخلي لكم الموقع في صندوق الوصف طبعا الحال دخلوا تشوفوا الفيديو على خاطركم وطبعا الحال تقدرو كذلك تبعوهم على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك بالنسبة للمرحلة الثانية إن شاء الله يعني الحملة الثانية اللي غادي تلقوها اللي إن شاء الله يعنوا فيها كذلك على ديسكتر وحدين أخرين اللي عايكونوا مطلوبين عندهم هيعلنوا لهم في شتاء 2021 يعني إن شاء الله في السنة الجديدة طبعا الحال كيفما عودتكم قناتكم قناة سعاد جمال دائما كتجيب لكم كل ما هو جديد وحصري بخصوص الدراسة الهجرة والحياة في كندا ومن هنا كنبغي نقول الأشخاص اللي ما زال ما تابوناش ما تنسوش أنكم تتابونوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد الفيديوهات اللي كنحط باش إذا كان الفيديو كيهمكم تسارعوا وتبادروا بأنكم سواء تسجلوا أو تكونوا أنتم دائما سباقين بمعرفة المعلومات بخصوص الهجرة إلى كندا قادي نشوفوا الموقع اللي فيه اللي دتائي اللي هو كيبك بانسي ان أمملوى دا فينير كأنك الإستوداء السابقة. ترجمة نانسي قنقر 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 فيما يخص مجال الصحة. ندوزو كذلك نشوفو مثلا شي حاجة اخرى في مجال ديال الكنستريكشون كل ما له علاقة باعمال البناء خصوصا ان هاد المجال هادا حيوي بزاف وكيتحتاج بزاف في بيت لان دي مراك يكونوا محتاجين انهم يبنيوا مواقع ويدروا مشاريع وبطبيعة الحال حاجة طبيعية انهم يحتاجوا العمال اللي غادي يدروا لهم هاد شي هادا. بالاضافة الى ان دائما كيكون هناك بناء سواء المدارس سواء المنازل للطرقات القنطرات لهذا الشي كامل هادا كي يكونوا محتاجين ليد العاملة اللي بينهم هاد المهن الكتارين مثلا هادا اخصائي المساحة البنائين النجارين يكون بزاف هنا طبعا مع عرشة المهن هادا كلهم ولكن كل واحد غادي يشوف هالدبه هادا هادا كل شي اللي عنده علاقة بالاسمنت هادا اللي كيصيبوه الاسقف والابواب هادا المتخصين في التبريد هادوا مشغلين الرافعات اللي كيخدمو على ذلك المطاريات اللي كيهزو ذلك الرافعات وذلك الشي هادا فيما يخص ميكانيك ديال الاسانسور ديال المصاعد كذلك كيينين مهندس المدني كذلك الميكانيك المصاعد شنو هادا ميكانيك المعدات التقيلة كذلك عمال اللي عند كشي ديال الحديد مشغلي ديال المعدات التقيلة الرصامين والصباغين بمعنى اصح الناس اللي كيديرو القبز البلومبييه الناس اللي كيديرو اللي كييركبو الارضيات والباكي التقنيين والفنين ديال الهندسة المدنية ديال الميكانيك و اللي كيحميو من دكشية الحرائق لان هنا في كندا كيكونوا الحرائق بزاف 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 او اللي كيركبو الزيجان الو هادو اللي لاحظوا مايراه كلهم حرف اللي بساطة جدا ولكن هنا راه دائما كيكونوا بالحاجة اللي لهم علاج لان هاد الاشخاص هادو بالسبب ديالهم الدولة كتتقدم يعني اي مشروع بغاية او اللي كيكونوا بحاجة لهاد اللي كيبر رائع اللي كيساهم بشكل كبير في التقدم ديال المدينة او التقدم ديال الدولة ككل وكانون هاد الميان هادو راه فيهم الخاصة مش غرف مقاطعة كبك فقط ولكن راه في كندا كلها اللي هي كتعتبر من حرف يدوية ولكن راه كيكون عندها وحد دور كبير جدا في المشاريع اللي كيددارو اللي كيساهمو في الاقتصاد مثلا ونجي ونشوفوا مثلا شي مهنة من هاد الميان فقط غين طلعوا عليها وطبعه الحال اي واحد شف المهنة دياله هنا يمشي انه يبحث عليها اكثر ويعرف شنو التفاصيل اللي مطلوبين مثلا احنا نشوفو هاد باندخ مثلا السباغ نشوفو شنو كيطلبو بالنسبة هنا يا ديال بالنسبة للسباغ غيث هنا بطبعه الحال خنكو مثلا كيعرف يدير كيعرف يصباغ يكون كيعرف مثلا سقطك ورق الحائط يعرف ايضا الفينيس شون يعرف كذلك يكون كيعرف في الالوان يكون كيعرف حتى القوام المطلوب مثلا في حد السباغ او لا بشي طلبو حد اللونغش يكون عنده دراية تامة بخصوص كل ما له علاقة بالسباغ في حال اللي سالة اللي كيتقضى هنا يا السباغ راه هو 26 دولار لساعة هذا كيتطبع سالر موين بمعنى كيقدر يكون كتر كيقدر يكون قدر يكون قل ولا بغيتون نتأكدون زيدون نتأكدون هنا في كل الفيديو نتعرفوا كتر طبعا للحال هنا هي الوصف ديال المهنة ديال السباغ بالنسبة للمظهر دياله بالنسبة للمهام الرئيسية شنو كيعرف يدير بالنسبة للمهام الرئيسية شنو كيقدر يكون عنده هنا اللي مهتم يدخل يقرأ القراءة شنو كيقدر يكون او لا مثل اللي بغيت تسجل في شي فورماسيون ديال السباغة او ديال السباغة ديال المنازيل ولا يدخل يعرف مشموعة ديال لزان فورماسيون وهنا كذلك دكرو المهن الاكتر طلبا اللي هما في هذه المناطق هادو ديال موريسي سانتر ديو كيبك اكثر هي هادو راه اللي فيهم الخاصة كتلقى هاد المدن كتلقى فيه البروجيت راه كيكون البروجيت طالبين في هاد الناس كاملين تقريبا وبالتالي كتلقى نفس المكان طالبين فيه مجموعة ديال الاشخاص جيون هنا ونقرأ بيش ديزان فورماسيون فقط نتعرفوا عشنو كيكون هنا نحن هنا كيعدونا واحد الفكرة نوعا ما على الوصالر كيف ما قلت لكم هادك الوصالر اللي كان مكتبين دا بعد الوصالر 22.22 دولار او كي تعتبر كمموين بمعنى اقل صالر ممكن واحدة واحدة يتقاضى في شي مدينة من هاد المدن حيتش الصالر كي تختلف على حساب المدينة واش كبيرة واش صغيرة اقل صالر اللي هو 17 دولار واكبر صالر اللي هو 37 دولار فاصلها 0 جوج بالنسبة للهدف حالي كي يوريوك الستاتيستيك شنا هما هما اللي كونديشون دوتخافاة شنا هما كل شي كي تواكم معلومات كتيرها بخصوص طبيعة للعمل الفنكشون البرنسبال اللي كونديشون داكسي على الهدفشون ها هما اللي ديبلوم اللي يكونوا عندك لكي تكون عارف راسك شنو تابعك وهذا البخوجة هذا اللي كيتلونسة راح كيتلونسة على اساس راح مازال هاتشي جاي في السنوات المقبلة خصوصا ثلاث سنوات المقبلة وبتالي راح كاين الوقت اللي الواحد يحاول يطور من المستوى ديالو في المهنة ديالو وياخد خبرة مهنية اكتر لك هذا فقط فيما يخص البنتر او ديكوراتر او ديكوراترس ندجون تعرفوا كذلك على السكتور الاخير اللي هو تكنولوجي ديالانفورماتيك هادو كل هم الناس ديالانفورماتيك هادو كل هم الناس ديالانفورماتيك ولي هو وحد المجال مطلوب بزاف بزاف هنا في كندا طبعا هادو القطع هادو راح كيكون كيقلب على الناس اللي كيفهموه في الاعمال الالكترونية يكونو كيفهموه في الدكاء الصناعي في التسميم ديالويب في الفنون الرقمية في ألعاب الفيديو نوك هادو كله كيكونو بغيناه في هادو الناس اللي في هادو السكتور الى التكنولوجي ديالانفورماتيك ولكن طبعا هادو الناس اللي هادو ستعرفو عليها سواء ان agent de soutien informatique analyst et consultant en informatique designer graphique et illustrateur directeur de l'information ingénieur d'industrie et de fabrication ingénieur électricien et électronicien donc ingénieur et concepteur de logiciels ingénieur informaticien programmeur et développeur en média interactif spécialiste des ventes technique commerce de gros technicien de réseau informatique technologie et technicien en génie électronique et électrique testeur et évaluateur de systèmes d'information or hasadinas un school heme�� comme m eight 팀 offices viens gues actif ingénieur informatician salernikys corporal ترجمة نانسي قنقر 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 مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر